إيه المخاطر والحاجات الصعبة اللي ممكن طفل بلا مأوى يقابلها في الشارع طبعا في مخاطر صحية دي أكبر أنواع المخاطر اللي بيتعرض لها الطفل هي المخاطر الصحية البدنية والنفسية المدنيا طبعا هو بيتعرض ممكن بتحصل ممكن خناء في الشارع فبيتقطعوا أمواس وحاجات يعني كده أسلحة يعني فممكن يحصلوا ده بإرادته أو غصب عنه ممكن يتزقف خناءة من غير ما بدون إرادته يتزقف فيها ممكن يبقى خناءة هو طرف فيها فيخش فيحصلوا أي قطع أي حاجة من دي وشفنا حالات وصلت لبتر فدي مخاطر صحية طبعا الأمراض الجلدية منتشرة جدا في الأطفال في ظروف الشارع الأمراض الجلدية صعبة قوي قوي وبالذات الحالات الجارب بتبقى تحت الجلد حالات ممكن يتعرض لحوادث عربية تخبطه ومسكلي يخبطه فيش حد بيلحقوا يشيلوا يوديه إلا هم في قلب بعض لو قدروا يشيلوا ياخدوا مستشفى أو كده ومين هيصرف عليه وما فيش شهادة ما فيش عقالية تأمين صحي ما فيش عنده شهادة ميلاده وبلا هوية فالحاجات دي كلها طبعا بتكون يصرفوا هم بقى يحطوا أي حاجة على الجرح وخلاص يربطوا وخلاص بالضبط الحاجات بقى زي ما حضرتك عارفة زي أي طفل عن وجعته ودنه وسنته كل المخاطر الصحية المشاكل الصحية اللي بيتعرض لها الطفل في الشارع على قد ما تعدي بقى أي حاجة النفسي طبعا أصعب وأقوى بكتير لأنه هو منتهك هو مش لاقي فقد الحب فقد الرعاية فقد الأمان عايش في تهديد عايش في استغلال حرش وفي التحرق مش بس التحرش ده فيه اعتداءات جنسية واعتداء صحيح فطبعا هو عايش في صدمات نفسية إذا كان ولد أو بنت التحرش تمام آه يعني مش هنقول على البنات بس اعتداءات طبعا اعتداءات جنسية سواء ولد أو بنت ودي قصية جدا طبعا قصية جدا عليه ونتيجة لكل الحاجات دي بتجيله زي صدمة عارفة حضرتك بتجيلهم صدمات نفسية يعني هم بيأخذوا وقت طويل جدا في العلاج والتأهيل النفسي أكبر من العلاج الجسدي طبعا طبعا طبع وفي ظل كورونا في الأيام دي طبعا بالتأكيد الحال هيبقى أصعب بالنسبة لهم أكيد معرضين للعدوى معرضين جدا للعدوى فيه طبعا أفراد ومؤسسات بيحاولوا بقدر الإمكان أن هم يوزعوا في الشارع على الأطفال كمامات وكحول وكده لكن هو طبعا ما عندهوش الثقافة دي ما عندهوش الثقافة هو يمسي كل النهار يحطت الماسكة أو أبدا ما فيش الثقافة دي وهو كمان يعني هو مش مهتم إن دي أخر اهتماماته إن هو ياخد باله من نفسه عشان هيوصب الإصابة دي دي أخر اهتماماته هو عنده حاجات تانية كتير يفكر فيها غير إن هو يخسل إيده إن هو ما كانش جاله جربه ولا جاله أمراض جلدية هو بيهتم بالنظافة طب ايه تاني من الأضرار اللي ممكن تسيب الأطفال بلا مقوى يمكن خلينا التعاطي نتكلم على نقطة مهمة جدا سجير مخدرات حاجات دي بالتأكيد بتكون حق لخصب أكيد هو كمان مش بس انه في حد بيستغله وبيديله لا هو زي ما كنا بنتكلم من شوية انه هو النمى بتاعته في الشارع دي عايزة حد يستحملها هو بيشوف طبعا هو ده اعتقد هي دي حاجة غلط يعني مش حاجة مظبوطة بس هو بيعمل كده علشان يقدر يعيش فهو بياخد كل بياخد مخدرات عشان يقدر يعيش هو هي حاجة غلط هي مش حاجة صح بس هو بيعمل كده علشان دي الحاجة اللي بتخليه يستحمل الضربة يستحمل القطع ما يحسش هو عايز ما يحسش فهي كنعم المخدر كانت بالزبط حاجة بتخدر بالزبط فهي دي الحاجة المتاحة بالنسبة وهي دي الحاجة اللي هو بيعرف يشتريها هو مش عارف يروح له دكتور يقول له خد العلاج دوت اللي هيهدي القلم اللي هيعمل كده فبيتعطوا الحاجات ده هيت علشان تساعدهم ان هم يقدروا يعيشوا في الظروف الصعبة دي اشتركوا في القناة